ضربوا، ابطحوا، ونطقوا عليه، وبسيطات الولد، وماذا يحدث فيه؟ يتشتت لأسا هذا كان أغلبية المدربين حتى المساعدين المدربين تهربوا من حصتها حتى الناس تخاف تعملها، أجبنا ستشارة متخصص يأتي الحصة كأنها عبئة صارت لهم، يأخذ الأشياء ليس مستوعبها عندك أطفال يحكوا كثير، عندك أطفال عكسهم، يستحي، ويخاف، وعنده رهب من احتكال فأنت عم بتدخل جميع الأطراف، جميع الشخصيات عم تدخلهم على مكان واحد بدأت تدخلهم سيستم، وتعلمهم رياضة معقدة لجوجيتسو، لعب، ولكن من وراءها هدف وتعلم منها مهارة، وتعلق إيا بالجوجيتسو، إيا أما بالتركيز، إيا أما مهارة حركية الناس اللي عم تيجوا على الحصة عم بيحكوا للناس تانين، عم بيشوفوا أن هؤلاء عم بيعملوا شيء مختلف إذا أنت ما انتبهت كنت صاحي على طلابك، وواقف عم تمتبع كل شيء بيعملوا، ومتى بيعمل تاب، متى ما بيعمل، فجأة بتلاقيه تغير سيقاطه منك، سيقاطه بخشن، ولكن بالفترة هي واحد بتخربط مخه، فأنت بتكون لك مدرب لازم تكون تفهم هذه الشغلة أنا عم بحكي معاه، عم بحكي له مثلا تسوي إشي تكنيكل، أو عم بسجعه، عم بحاول خليه مخه مركز، هو عين عند أبوه عم بيشوف إنه عم بس ما أبوه شو عم بيحكي له عم بيحاول إنه سيما تحكي يبهر أبوه كمان هو صار هسا عم بيتدرب عشان هو يخليك مبسوط، بس لما يوصل لمرحلة عمرية يستقل فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله أموركم تمام؟ حلقة جديدة من بودكاست عن الربصاط، هذه المرة مع شخص كثير مميز، راح نحكي مع كابتل محمد صارخوش كابتل محمد صارخوش كانت رحلة تفجي جسو جدا جميلة، بالبداية، وكيف تحول بالآخر إلى مدرب، متخصص بالفئات الصغيرة، وواحد من الرواد المحتوى العربي بهذا المجال كابتل محمد صارخوش، كيف حالك؟ إن شاء الله أموركم تمام؟ طبعا سويت مقدم رسمي وكذا، بس يعني عشاء كما الناس يعرفوه، نحن علاقتنا تمتد إلى أكثر من عشر سنوات عام 2014 عام 2014، يعني صراحة ما أشعر له عليك عشر سنوات، بلشت كمحب وهاوي للفن القتالية، بعدين التزمت بالجوجودسو، سافرت برا البلد ست سنوات أو سبع سنوات ست سنوات تقريبا، ست سنوات، واستمرت بالجوجودسو، ورجعت، والآن دخلت بالبزنس بالجوجودسو، ومنفس الوقت كمدرب وكصاحب نادي، والآن نرائد من الرواد المحتوى العربي بهذه الرياضة بنا نبدأ شوي شوي، خلي الشباب يتعرفوا عليك يا تهيب أول شي طبعا هذا الحمد لله رب العالمين فضل من ربنا علينا لأننا قدرنا أنه أعطانا الوقت والقوة والوعي أن نتدرب بالفترة هاي ونعطي طبعا، أنا من الناس اللي بلشوا رياضة الجوجودسو على كبر، بلشوا أنا عملي 24 24 سنة كنت بشتغل، واتذكر كنت بشتغل مع محمد علي، وفي الفترة هذه كانوا نضلوا يحكييلي عن الرياضة بشكل عام، وشو، ما تدع حتيج عن النادي طبعا محمد علي بلاك بلت بجوجودسو واحد من طلابنا اللي قدام كثير بنايس ماشيال أردس ويعني مش هم معنى مشهورة حياة، والآن بي دبي فتحية ايو والله كانت أفير إلو كبير عليه ببداية ووقتي تبلشت في أتدرب رحنا ردلني على النادي مبسيط هيك، وصراحة كانت أول تجربة كانت سيئة إلي بالجوجودسو بلشتنا بنادي كان بمنطقة بحين أزال كان ودربت معه تقديبا شهر واحد، وبعد ما دربت خلصت هذا الشهر كيف كانت تتجربة سيئة؟ اللي صار إني أنا بلشت أدرب مع هذا النادي كان فيهم أول إشي شغلة واضحة إنهم ما بيهتموا بالناس الجداد أي واحد مستجد، كان زي ما تحس حالك منبوذ هي كانت شغلة يعني مرعبة، أنت فاتم حل وخايف إذا بشوفي الناس تقتلوا بعض، يخنوا بعض، وأنت بتسأل سألت سؤال يوميتا، قلت له متى رح من العفايت بالله؟ قال إيه مصارعة دي كان يلزلمة ومنزل فيه طس فكان فيه شعور بالغربة، تحس حالك بالحصة وأتذكر يوميتا كنت عم بطلب إني مدلعب مع حدها، وكان كلهم يتهربوا كان كل اللي بتدربوا، كان يتهربوا كما تحكي، ما بدهم يلعب معي أو تأفأفوا فأنا كنت حسيتها بدايقة بفترة دي، وبعدين طب أول تجربة كانت هيك سيئة، شو كان أثرها عليك؟ أثرها علي أني قلت بديش ألعب في الرياضة، هي الرياضة سيئة، وما أحبيت يا سبحان الله كشيت من الموضوع كله، وقعدت سنة كاملة ما ألعب الرياضة أصلا سنة كاملة بعد هذا اليوم، إن هاي التجربة السيئة خلتك تصرف النظر عن الرياضة بالضبط سنة كاملة، أنا بلش 2013 تقريبا هاي التجربة كانت، وبعدين قلت إنسى الموضوع، إنسى الموضوع غبت عنه سنة، وبعدين إجينا لما أدربت أول حصة بمكاي مكان هذاك، لازم أتحكي، كل المقاتلين من القدماء كانوا تدربوا هاي فلما فت هناك على النادي، شفت الناس، الجو، كل شيء مختلف تماما شفت المدرب الخرافي شوفنا تعرفنا على أبو الزوز هناك، وحتى بذكر بلشت أتدرب مع ناس كانوا تحتيك كانوا تحتيك، بلو بيلد كانوا مع مين كنت أتدرب؟ كان في غطاس، بكري غطاس بكري المسبوق أول شيء بكري غطاس، هو كان كوشتاي بكري الثانية، اولا بكري ما وصل بلو باك بلو بيلد، صح؟ نعم، بكري براهنبلد فهذه كان تجربة مختلفة تماماً، أنا كنت أحب الرياضة ونفسي ألعب شيء ذي ولما روحت على نادي، مقاي كان مختلفاً من هناك خلاص، ما سكت، عرفت إني هاي ما تحكي بالفترة هذي كان كنت شغول قهاوي، كنت أقوات قهاوي وشدية والطبيع وله هذا طبعاً يعني، اننا ستعرف فيها هذا الشغل يعني فوق 99% من الشباب عندنا بالأردن يعني يعني ينجاها والأراغيل الشلعب الشدة وهذه اللهم بالضبط حتى كنت يعني أنا للأسف كنت أدخن بعض بفريق الفترة كنت بضغط العمل والبيئة بدأك إشي تنفس فيه بدأت أنفس فيه وأمسك أدخني سيجارة سيجارة فلما بلشت الرياضة خلص أخذ قرار بعد أول تجربة فايت خنقت ودي صار أزرق مش قادر أتنفس فأخذ قرار مباشرة أني بدي أترك الدخان فأتركت الدخان وبعدها شوي شوي بلت أحسن أكلي أضبط أكلي بدأك الفترة هذيك هذيك كنا ندرب شكل يعني ذي المجنين ثلاث ساعات كنا ندرب كنا نسويش اسمه الأيرونمان أيو أيو هو تدريب الرجل الحديدي كان ثلاث ساعات كان عندنا فيه ساعة فتنس ساعة جيتسو بعدين ساعة كوندوشنيني حتى بعد ال�آخر حسة هاي كانت قاتلة الشباب صاروا كلهم جهتين يلعبون سباق ومستر فتنس كانت بدأت فترة هذيك بلتذكر 10 كيلو 10 كيلو ما غيرت أكلي يعني كان أكلي لساته تقريبا زي ما هو بدأت 10 كيلو من لأنه جسمي زي تفاجع إنه بدم عن بحرك أنا قائد فيها فتجربة ورسيئة قطعت سنة جيت لقيت نادي لقيت ناس شو أكتر اشيي يلفت انتباهك بالنادي يعني يعني انت قلتلي هسا اول اشي حسيت حاله غريب معناته النادر جديد هذا اللي انت انضميت له شو كان حساسك اول مفتدته هو الشعور اللي هو بتشوف انت الكل بساعدك تسأل سؤال ما حد بيبخل عليك يعني من ناحية التكنيك كمان بين الناس فهمانين شو عم بيعلمه ما عم بيعلم مشكلة تكنيكا اليفل بالضبط فيه الحصة بيكون مبين واضحة معك انت شو عم بتتعلم بيكون عندك تصور انت خلال الفترة شو رح تتعلم حلو فما بتكون انت ما بتحس حالك ضائع ما بتحس حالك مشوش ما بتشعر حالك خايف لانك انت فاعت عن معروف للارضات اللي فيها احتكاك فيها بيكون واحد بالبداية اللي خصوصا ما عم بكون عنده تجربة بالبداية بيكون عنده رح بخوف انت بتحتك مع الناس وعم تتعامل مع الناس وجدد كلهم وبعدين رجلات الجد يتسو يعني فيش تلاسق وبخنق فيه وبخنقك فبكون فيها بشكل طبيعي شعور رهبة البداية فهذا الشعور كله ببلش تكسر شوي شوي لما تبلش الناس اللي حواليك هم بيساعدوك تتخطى هذا الشعور فالبداية بالتجربة أولى ما كان هذا الاشي موجود وبتذكر صاب من التهاب بتمي قعد شهر ما ما طلع بالتهاب تمي نا كان واضح ان كان الواقع نا كان بكتير او حالي فا بس ما بتشعر ما بتشعر انه بسبب هاي التجربة السيئة كان عندك تقدير اعلى للتجربة الايجابية اللي اخدتها طبعا طبعا اكيد ان هي كانت زي ما تحكي زي الكفل بصحيك انت لما انت شكلت عندك اشي نحن نسميه القدرة على المقارنة انت صار عندك قدرة للمقارنة فانت لما جيت على النادي البيئة كويسة واللي فيه تكنيكال ليبل عالي وفيه ناس فهمانين انت شعرت بالقيمة بالزبط بالزبط وهذا ممكن اذا بتحكي لنا كابتا محمد اثر على التزامك بعدين جاخل هذا النادي انك شفت الاسوأ صحيح بالزبط حتى انا لمبعديه لما سافرت سافرت ودربت خارج الاردن برضه حسيت في ضلت عندي شارة المقارنة هاي انا دربت بمكان كان صحيح كان من ناحية اختلاق بناس من جنسيات مختلفة وكل واحد عن طريقة لعب معينة كانت هاي شاء الله تجربة ممتازة بالنسبة للدربة هاي لما انت روحت على دبي دبي اه دبي هسا نادي تيم نوغيرا كان معروف في المكان تيم نوغيرا بيجيبوا ناس كتير ابطال عالم صحيح لا حد الان لا حد الان وبيجيبوا فيه ناس بتدربين من خلفيات مختلفة هناك فبتحس تخترت طير مع ناس بطريقة لعب مختلفة فبكون ممتازة بس بالميكون عندك ما فيه زي ما تحكي سيستم معينة في التدريب يعني انت بتعلم شوي من هون بيجي بروح بطل مدرب معنب بيجي مدرب تاني بدرب شوي فبضلك انت ايش فيه عدت من مدرب كان يجي عليهم هسا طبعا تعدل اظن هذا روح هسا طبعا اتعدل هسا بس بالفترة اللي كنت فيه انا هسا هذا مدرب كي شاطر صراحة انه يعني هو واحد من اصدقائي ان ادربت معه بالبرازين تياغو صراح؟ اه تياغو صراحة انه مرتب كتير و ايثنك يعني ما زودته من زمان بس عنده سيستم كتير قوي ويعتبر اصلا من توب اثريتس بالعالم بجيجيزو هو لما ايجي الاسف انا كنت اطلعت منه لحكت معه جوش شهر ولا شهرين بس وطلعت بعدين رحت عمكان تاني حلو فهذه من نسبة تجربة بعدين قاعدت بالامارات دبي تحديدا اربع سنين وقاعدت بابوظبي سنتين هون انا بتذكر انت كنت تحكينا لانا كنت اجي ازورك داما لما اجي لعبوردو برو او بقراند اسلام وانا والشباب كنت تسوق فينا كنت مرش الله عليك ما كنت تتقصر بتاكي كنت تسوق فينا كنت مرات تخلينا ننام معك وزي هذا الحكي فانا هون في اشغال كنت كتير انتبهت وهاي بنسبة لي اللي شفتك فيها مميز فيها انه مع الضغط شغول دبي كنت ما قطع التمرين وكنت حتى بتذكر كافي مخدب سيارتك عشان تاخد ناب على باب التمرين بينما ليش انا بحكي هذا اشي انا شفته مميز فيك لانا كتير عندي شباب كانوا بدربوا معي هون لما طلعوا على الامارات وعلى دبي اللي هو يعني فيه ملة جوجدسو انت بتعرف يعني هادي هاسا عاصمة جوجدسو بالمنطقة صحيح ومع هيك قطعوا بسبب ضغط العمل لكن انت ما قطعت انا بدي هناك انت سرخوش بهديك المنطقة ايش اللي خلاك تكمل مع ضغط الشغل هذا وشغلك كان اصلا فيه برشرة كتير عالي ليه كملت جوجدسو وكيف كنت تقنع نفسك تحط مخد بها الشو بتنام نص ساعة عشان تطلع على التمرين طبع هي الاسباب كتير منها اول شفت القيمة اللي اخدتها من راقة الجوجدسو قيم كثير تأخذها انت مكتسبة تأخذها لما تبلش تتمرن جوجدسو تتبلش شوي شوي تبين لك انت البداية ما بتكون الصورة واضحة بداية بس بعدين بتبلش تتدرب تبلش تتعرف على الناس بصير عندك كمبيونيتي تعرف على الناس تبلش بتشوف كيف تأثيرها النفسي عليك نفسي بصير تفرغ طاقاتك فيها قيمة اجتماعية قيمة اجتماعية صحة صحة لو خاصة ما تكون متغرب انت بتعرفش حدا بزرط اه لما تفوت للنادي انت صار عندك مجتمع كامل حولك بزرط كان زي مجتمع باحتويك وصحي تقريبا يعني غير مجتمعات خارجية بتحس فيها المجتمع الرياضة فيه اشي بميزة ان كلهم ايجابيين بشكل عام لانه غير هيك انت غير تنقل شغلة القهاوي والتدخين من الاردن لدبي باش بتغير السينة اه لازل شباب اللي بيشتغلوا بلهم اشي رياضة بدبي يعني لما انت تطلع معهم شو بسوهم يعني اه يا مطلعات الفيري اكستريم من نايت لايف من هذا الاشي يبعدنا ارتيك ايف او اذا ما بكون نايت لايف هذي بتلاقيه قاعد بس بيارقل بيشرب قهوة بيشرب شاي بروح مطاعم بلعب شدي طب يعني معقول واحد ايك يقضي حياته هذا اشي كثير غريب ارتيك او طيب بعدين من ناحية اللي كمان خلاني اتمسك فيها انها الغربة بشكل عام صعبة صعبة واحد ما بجرب الغربة غير لما اول اسبوع ما يوصل هناك بتحس حالك فقط كل رويتينة كل اهلك وقعد لحالك فجأة فكان زي من نوع المواساة زي ما تحكي انت قاعد بتروح بتفرغ طاقاتك وتحترك تحتك من ناس انا بعد ما سفرت بخلال ثلاث ايام كنت شايف نادي بالمنطقة وبلش اتدرب يعني كنت اخسر البدلي بتذكر ع ايدي كنت متبهدي لان فيش غسالة وحليش اخسر ع ايدي احط وارجع فغير وشغلة ثانية متفرغ طاقات انت ضغط الشغل زي ما حكيت هو كبير كثير انت لما طارق تشتغل طعشرة ساعة ايام اتناعشر ساعة ومجد نفسيا كثير اه مضيفة وانت بتعرف هناك يعني انت بتروح الرذم تبع الحياة سريع الشركات اللي هم وتطلبات انت بتجيب مصاري اكتر كراتي بس كله بحق بوقتك وجمدك صحيح صحتك ووقتك فكنت اعمل حسابي اني احكي لقد ما انضغط لو اتدرب مرة بالاسبوع بيكون يعني كويس لو بالحال اللي كنت فيها يعني فكنت احط منهم انه يومين بالاسبوع كويس بمنسبة لما اكون اطوط كثير شغل واشق معشر ساعة ايام وفي ايام كنت اصحى يعني بعد الفجر اصلا مباشرة اتدرب صباحي عشان اقدر اتدرب وبتفاجئ كل هذا لانك اعرف تقيمت الرياض بالضبط يعني لانه دار بالترف ان حجة ما في عندي وقت انا مضوط كثير انت قتلت بالضبط لا لا في عندك بتلاقي حجة هم يعني حتى فيه هناك ثقافي كويسة حلوة انها لسه عنا مش كثير احنا ظاهرة هاي انه الناس تدرب على الفجر يعني بتلاقي الساعة ستة بتروح للجيم الناس كلها هناك كلها راح تدرب حصة الصباحي كان فيها بتذكر يعني 15 واحد وكلهم جايين تدربوا فكان هاي يعني شغلات زي ما حكيت بطل عندك حجة بدك تصحى وبدك تلتزم وبالاخر عندك هدف انت بتحققه هدف شخصي انك بدك يعني حاب تطوى بها الرياضة حاب تشوف حاجة بين ممكن توصل فيها بسي بتنافس يعني اول شي تحط زي ما تحكي انت بتنافس بحالك قاعد و بتشتغل حالك في الفترة وهذه الفترة اللي كنت انام فيها بالسيارة كنت لاني كنت ساكن بعيد عن النادي وشغلي قريب من النادي فاذا بد اروح اوصل لبيتي وارجع على النادي في ساعة تقريبا مع ازمة دبي؟ مع ازمة دبي او مستحيل اوصل البيت واقول ارجع الدرر اعطي المخد وره وعطيها النومي وتزكى ايام والله كنت انام باصحة بعد الحصة ونام ثلاث ساعات وكونوا قد اصحة وانت اني راحة وانت خلص اليوم بس هي اعطى اثمارها يعني هذا الكونسيستنسي والثبات اللي انت سويته وانت لو تلاحظ يعني كل الرياضيين والابطال لما تنبش بحكيهم قلت تلاقي دائما ثيم او نمط مشترك بلاياتهم كلهم بيحكوا عن شغلة الكونسيستنسي والستابلتي اللي هي المداومة والالتزام كل الابطال من كل الرياضات اذا بدك تحدد نمط مشترك بناتهم هو دائم نمط الالتزام والمداومة ممكن يخف الالتزام بس ما ينقطع وهذا اللي انت سويته بسنوات شغلك ونظلك اعطى واصل انت بالمجتمع بالرياضة نفسها لانك اذا قطعت فترة طويلة وجدت بك ترجع بصير اصعب الرجعة بصير صعب كتير رجع فانت لو انك بتدرب الوقت قليل بالفترة انت بحس فيها هاي فترة مؤقتة تدرب لو قليل اقل اشي مرة مرتين مش مشكلة بس بضلك اعطى واصل حياته بس المفروض ان يكون عنده نوع الوعي انه لو مي بعد عن الخط المستقيم يرجع بسرعة لانه رجع بتصير اسهل صحيح كل ما ترك نفسه تدهور اكثر كل ما صار اصعب ونحن بعالم الفتنس والرياضة وخاصة المارشال اردس نعرف هذا المارشال اردس زي المي المغلية لما تطفي النار تحتها بتبرد بسرعة لازم تضلك مولع نار هسا مو دائما تقدر تولع النار يعني مية بالمية واعلى اشي يعني رفت بس ما بسي تطفيها لان ما تطفيها هالما كانت تغلي يعني الفوائد كنت اخدها من الرياضة ترجع من اولية تبرد فلازم يكون عندك شطارة كيف انت تسدد وتقارب وتحافظ على المداومة والالتزام شوف كلام كتير حلو تخلصت من دبي رجعت على عمان انا بتذكرها كتير كويس وكان نحن اردى في بيناتنا حكي زي هيك كنت حابب تسوي اشي بجو جيدسون صحيح انها تتحول كمان من هواية لحياة احترافية هس في قابلية فترة اللي هي في دبي كمان بتحكي عنها شوي وروحت على ابو ظبي سنتين بس هي الفترة كمان اللي كانت برضو حسيت انه عطتني زي ما تحكي استفدت منها بالفترة اقامتي في دبي انها كان في بطولات كتير وكانت يعني بتضلك تختبر حالها كل فترة فترة صحيح صحيح فبظلك تجربة بطولات بطولة العالم بطولة جران اسلام وكل بطولات فكان جو حلو يعني فيها انت تختبر انك انت مش قاعد تدرب تقع تدرب كهاور هل نحكي صح ومش فل تايم قد مطير وتنزل تنزل بطولات مع الناس محترفين وتفوز عليهم بتحقق فكان هاي مذكر رفست على واحد قوي كتير اه في بلو بيلد جبت فيها با جب ذهبية ترد ذهبيات بلو بيلد و اغلى بطولات الغريبة اني كنت بدي انزل تذكر في فترة خطة جديا كتير الموضوع اه بعدين بلش اصدق حاليا اقع بفوزة صار بده يستقين ان الشغل يصير لعجة جدا المشكلة كل البطولة كنت انزلها كنت احكي مش مستعد ما بدي ألعب بلاش مش وقتها هسه مش محضر حال كارديو بس اتفاجئ اني انزل بالبطولات المش مهيئ حالي فيها كتير وفكر حال انزل ألعب ألعب بشكل مرتاح و ألعب حقا ماهو اه طبعا هذا لانه تبقى انك قلال فالضغط النفسي كتير قليل فانت بتروح وتسوي كل شيء بين ايديك ونحن نحاول نتعلم دائما أننا نحن بنناديهم بحاول علمو للشباب انت هدفك مش كست تتوقع الفوزة او الخسارة هذا بديل رب العالمين هذا بالمستقبل انت لاز تكون هدفك انك تتطلع كل شيء عندك هاده المهم اذا بطلع كل اشيى عندك و وقتها النتيجة لا بتهم لانه انت تحصيل حاصل اذا كانت نتيجة فوزة او خسارة انت طلعت بالسلم انت طلعت درجة عيد هذه البروستس وهذه العملية أربع خمسة سنة من حياتك لحالة قد تلاقي حالك أنت مستعد مع الطب مع الناس اللي فوق مدام ما في قليل الناس يكون متهيئين مية بالمية دائما في عندك إشي ناقص بيكون صحيح فأنت ما بطلق تستنى الظروف تكون كلها بيرفكت والله تكون أنت بأحسن حالتك شوف البرفكتش الناس يتومين بيسوي إشي بحياتهم بضرهم قاعدين بضرهم قاعدين حتى لو يستنى طاله عمره حتى معروف متعرف باختبارات الشخصية و сможة بالنما meldiksi ممتع الظروفấp تعتبر نوع من أنماط الشخصية السلبية ممكن هل أن تتتتناهة؟ كم تتتحدث للتركيب Gel فتفش الجد إذا أعتبر ممتع بالفكتش أو إذا بدأت الكيرف غالي يكون نفسك قصير فلازقون في قناعة مبدئية وأساسية إنه أنا عشان أتعلم غير أغلط وأنا لما أغلط بقدر أصلح زي ما تحك تسمع لحالك تغلط وتخد التجربة إذا ما أخدت التجربة ما أرى تعرف حالك تقدر أو ما تقدر أصلا وهناك أنت بلشت تدرب صح؟ أدربت فترة فيها قصيرة كنت بس هي بلشت أني أدرب الصغار أدرب الصغار ومرة أعطي حساس للكبار فبلشت بالبداية هديك تحس كم يوجد فرق بين أنك أنت تحكي مع أحد كبير كلاعب مدرب أول أم صحيح وتاني شيء أنك كيف تحكي مع الأصغار وكيف تحكي مع كيف تدرب الكبار عسل الكبار كوي تقريباً مش صعب تدرب شخص كبير وتشرح له عن تعقيد كحركات تعقيد حركات زي رياضة الجوجيتس ومعقدة كثير يعني أغلبية بقدر يسويها بس تيجي العقل واحد الصغير وتبلش تحكي له عن رياضة زي هيك وأنا كانت تفت بالحياة صحيح 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 وحبيت أنك تفوت فيها هون أكتر وخضنا هذا الكلام إنه فيه لأنك تبدأ وبلشت معنا بتدريب الصغار هون بنيتس نعرفه حس بداية فوتك هناك شو كان توقاعتك لما بلشت وكيف شفت الأمور هذي وإيش اللي خلاك تتحمس أكتر لبينما أنت خليت جزء رئيسي من حياتك إنك مدرب يعني ما تحكيت إنه أنا قادل يعني تحولت من تجربة أنا عند تجربة أدرب لبينما أنا خلاص أنا مدرب خاء ومختص بالفئة الصغيرة بس كرياضة بداية هواية كنت كتير أحبها الرياضة وشفت تأثير كبير عليها كشخصية شخصيا كان تأثير كبير عليها فبتصير أنت بالبداية عندما تتدرب مرات ومضي فترة طويلة فيها بهذه الرياضة تصير أنت تساعد غيرك بالأسال بعد أحد يسألك تساعد فيها فأنت تشوف تأثير مبدئي إليك بالمكان الذي توجد فيه أنت تساعد الناس ونسألك والناس يعني عم تشكرك عليها وعم تحسن بيعني زي ما تحكي بثوى الناس أو بشير تقدير إليك للذات تشوف تأثير كويس على الناس اللي حوليك تتدربوا عنك أول إشيء أنت كبنيانة كيف صرت بعد صرت تتدرب فبصير أنت تحب تنشر بشير عندك زي ما تحكي رسالة توصلها لغيرك فلما بلشت أنا كنت حاب هذه هي الفكرة الرئيسية أنك توصل رسالك وعندك أنت رسالة بحياتك ليس بس دورة الحياة دائرة حوليك بس تأكل لنام وتشرب وتجيب مصاري بس وهذا الحكي لا في عندك شيء أنت كمان طبقة زيادة بحياتك أنك أنت عندك في رسالة أنت عم تساهم بالمجتمع عندك مساهمة إيجابية ليس بس بنيادة مهتم بذاته وبس بالدائرة الدائقة التي حاولها لا أنت عندك رسالة وفي عندك خبرة معينة بوجان معينة وعم تتوسع بهذا الموضوع بالضغط صحيح فبلشنا بالنادي بالنادي ما شاء الله كانت حصة بتذكر حصة الصغار كانت كبيرة وكويسة يعني كانت أنت بلشين أوردي بداية فيها ومؤسسين وتعبني عن الموضوع يعني ودخلت على الموضوع أنا كانت خبرتي قلت ساتها بناحية أني أدرب كل شيء ساتة قليلة صراحة فكنت ببداية أني أتفرج وأتعلم بداية قبل ما أبلش أنا أفتي كنت أحب أشرح كشارح الكبار كنت كويس أشرح تكنيك وأعرف أفصل لك وبزاقي بالحكي بس إنك كيف بداية أنك تبسط الفكرة للصغار هون كان بلشنا التحدي زي ما تحكي فمن هون هسا إحنا عملنا خطوة بتذكر قاعدنا اجتماع بداية بعد فترة ما شوفنا إحنا اختلطنا مع الأطفال وشوفنا كيف ماشي التدريب عملنا اجتماع بتذكر وعملنا زي ما تحكي جلسة نتناقش فيها كيف ممكن نرفع مستوى للطلاب فيها فكان من أكثر يعني من الأهم النقاط اللي حكينا فيها بتذكر أنه كيف نحن نفصل نفصل الأعمار صحيح نفصل الأعمار فيها لأساس لأنه طريقة تدريب كل أطفال العمر معين مختلفة عن تدريب مثلا من عمر 4 سنوات لعمر 7-8 هدول لهم طريقة تدريب ومن عمر 9 سنوات لهم 14-15 سنة لبداية البلوغ هل نحكي هدول لهم طريقة تدريب مميين مختلفة تماماً فإحنا كان أحد المشاكل عنا إنه هدول الأعمار مختلفين مع بعض وعم تعلم أنت الكل فيه ناس عم تستفيد بكل بس مش بي فاليو كبيرة لأن طريقة المخاطبة لكل فئة مختلفة عن الفئة الثانية بزاب لأن هدول إنه الشباب الصغارة بيكون الفئات الصغيرة لسه تشكل الوعي تبعهم مختلف وعم بتسارع فكل مرحلة من هذه المراحل لها طريقة مخاطبة مختلفة عن الثانية صحيح فكنا نضطر بالحصة واحدة نفسر الطلاب لمجموعتين أو مرات ثلاثة نشرح هدول إشي هدول إشي هدول إشي هدول إشي هدول إشي وهذا واحد من أكبر التحديات يتواجه كل نوادي الجيجوتسو الجديدة صحيح يعني أنا خلال لفتي بالمنطقة خلال شغلي بالاتحاد الدولي عم بشوف هذه التحديات وكل الشباب بيجوا بيسألوني فهذا كتير حلو إنه هذه فرصة للشباب اللي عندهم أندي وزي هيك يشوفوا تجربتها نحن بالنائت الكافي تطورت لأنه نحن نفس التحديات اللي انتو شفتوها نحن شفناه وتعاملنا معها فحنا عملنا كمان شغل مقطع فكرة مش الكل حتى الناس بتخاف تعملها جبنا سشارة متخصص صحيح دكتور سعيد صح صحيح وحكينا معاه وعطانا نصائح وعملنا خطوط عريض ومشينا عليها يعني ممشينا على دراسات ما مشينا طبعا دكتور سعيد هو متخصص علم نفس رياضي اها ونحن جبنا سووانا فول أسسمنت الزبط وسوى معنا اجتماعات لكل مدربين الفئات وعطانا كل تعليقاته ونحن كل فرصة بتسنح لنا بنحجز مع موعد وداما بتجيبه على النادي ويكون انفورد انه يعيد تقييم الموضوع عشان ضل فيه تطور دائما في هذه وصراحة المعلومات اللي اعطانا اياها يعني دائما بحكي لهم يعني انا وكابتن جاهد طبعا كابتن جاهد كان مسؤول عن برنامج الشباب الصغار والفئات العمليين بالوداية وعلمنا كتير هو دربنا انا تخيل انا صغير يعني فكان عندنا خبرة وكان عندنا معلومات متفرقة دكتور سعيد حطنا اياها بقوالب بإطار وبإطار معين سهل علينا اضاف لنا معلومات جديدة وسهل علينا التطبيق هذه الامور وهون شفنا النتائج حكينا عن النتائج شفناها بعد ما طبقنا فصل الفئات العمرية وبعد ما طبقتنا الملاحظات اللي اخذناها من دكتور سعيد كيف نخاطب هذه الفئات العمرية وشو هدف كل فئة عمرية هسا الفئة العمرية بالحكين البداية احنا قسمناهم لفئتين عمريتين اللهم من 4 سنين تقريبا او 5 سنين لعمر 8 سنين الفئة الثانية من 9 ل 14 سنين هسا الفئة اللي صغيرة هون كان اكبر تحدي هذا كان اغلبية المدربين حتى المساعدين المدربين بتهربوا من حصة بقولها عمي وجع راس وازعاج وما عم بتعلم ليش لانه شو كان هدف هو بدي يعلموا تكنيك يسوي تكنيك بدي يعلم عم بخاطبه زي زي العمر 14 سنين عمر 14 سنين فالمندرب بتغلب والولد صغير مش فاهم اه والولد بنكد بروح البيت مش متسلي بروح البيت مش متعلم اشي وبيحس بحاله كأنه حامل عبئ متجعنا بيجي الحصة كأنه عبئ صارت لانها عم بياخد شغلاته ومش مستوعبها صحيح لانه كنا كل واحد كنا نحكي معهم سينسكريتي لغة تانية ايو بزاق بزاق يعني انت لاعفت خاطبه هم مش عارفين يفهموا علينا حلو اه صحيح بس بعد ما سوينا الاستشارات مع دكتور سعيد وقعدنا وحطينا الجد وفصلنا الفئات شو اللي صارت هسا حلو في احنا اخدنا المعلومات من المتخصص وطبقناها احنا لنا كمتخصصين برياض الجوجيتس انت بتاخد معلومات بخطوط عريضة وبدأت تطبقها عمليا صحيح فبتبلش شوف كيف بدنا نطبقها عسا بلشنا بال والصغار عندنا الحصة فهذا مقصب الها واضح بلشنا انه إحماء ألعاب متخصصة او ألعاب تركيز انك انت تنمي مهارات الاصغار عندهم مهارات تركيز لانه اغلب يطلب العمر هذا الاطفال بيكونوا جايين من البيت ومعدهم يركز بالشوان بحكي لقدامهم ساعة التركيز الساعة المعرفية بسموه كوجناتف كابسيتي بزاة خصوصا الجيل هذا اغلبه على التلفزيونات وعلى الايباد وعلى هذا وعندهم فرط عندهم كتير مشاكب التركيز صح والانتباه بيكون الاسبان تبعه قصير كتير بزاة فانت عم تاخد ناس حتى من ناحية الاطفال كترقيد عندك اطفال عندهم فرط حركة عندك اطفال بيحكوا كتير عندك اطفال عكسهم بيستحي وبيخاف وعنده رهبي من احتكاة صح على الطرفين الطيف فانت عم بتدخل جميع الاطراف جميع الشخصيات عم تدخلوا على مكان واحد بدك تدخلهم سيستم وتعليهم رياضة معقدة جوجيتسو ففي تحديات فيها انا عملنا سيستم بتابع عنا صفحة بقدر يشوف طبعا صفحة جوجيتسو بالعربي جوجيتسو بالعربي فبلشنا ندخل العنفة العمرية هاي العاب العاب بس من وراها هدف متعلموا منها مهارة متعلقة يا بالجوجيتسو يا اما بالتركيز يا اما مهارة حركية هذا الشكل عام اطار انا ما رح ادخل التفاصيل كتير عليها اه 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 كانت تطوير المهارات الحركية توسيع الساعة المعرفية هاد و والفن واللعب بالضب بالضب عشان انت ومهور نبلش النقل النوعية كبيرة النقل النوعية كانت كبيرة وصاروا الناس اللي عم تيجوا عالحصة عم بيحكوا للناس تانين عم بيشوفوا ان هدول عم بيعملوا اشياء مختلفة طبعا نحن بيجانا تغذية راجعة وفيدباك كتير كبيرة في ناس حتى كانوا يعني حاطين اولادهم بنوادي برا بنوادي معروفة وبامريكا وبيوروب واجوا استقروا العمال في منهم بس بيجى عشان تعرف بس بالصيف قالوا ان هذا لما اجوا سألوني وقعدوا معي وقعدوا معك وفهموا شو الشغول المشغول ورا هذا البرنامج قالوا لي هذا اشي يونيك اشي مميز يعني اشي مش موجود كتير الحمد لله عمد لله رب العالمين هذا كان فضل مربنا علينا واحنا يعني زي ما تحكي اشتغلنا عليه فترة طويلة هذا حتى ما ايجا يعني ما احد ما ايجا من فراق ايجا يوم وليلة بلسنا نعمل هيك بشكل كان وراها اجتماعات وطوش وقعدات طويلة هسا الفيال عمري البعديها هديك اريح شوي من ناحية ادارة الحصة ومن ناحية انه سهولة التعامل معهم لانه خلص اريدي هم متأهلوا فهموا انه فيه سيستم حصة فيه مدرب يسمع شو عم بحكي خلص صار الولد زي ما تحكيين وفاية الحصة هاي زي ما تحكيين متأسس صح فبدخل الحصة هناك الكوتش بلس شرم عليه التكنيك فبالفترة بالفعل العمري هاي من 9 سنوات 14 سنة منبلش بالعادة نعطيهم مدريل اكتر حركات بالتفصيل اكتر ما مبصت كثير الامور نركز على التكنيك اكتر لانه هاي مرحلة الكنز بالضبط بلس تهيئهم يصير هم يدخل اجواء البطولات احتك بالفايت بلس تلعب جدية بلس تلعب ثلاث عكسات على الشخصية والثقة بالنفس وقدرة على الالقاء وهذه الامور حتى انا شفت انت بتسوي مرات خليهم يشرحوا بالحصة عشان يعني يصير عندهم قدرة على الالقاء وهذه الامور بالضبط يشرح الحركة هو بنفسه يتفصيل حتى مرات ممسك الاحماع لابعاد الطلاب هم يسوي الاحماع يرقد وراب طبعا هاي بتطلق الشخصية بس انت بتزرع عندهم ثقة ثقة بالنفسه فهي احنا يعني هاي من ناحية التاني عنا السيفتي كثير من دير بان عليها يعني كثير هاي شغلة منتشرة بالاندية اصابات كثيرة وكرياض الجوجيتسو معروف طبعا رياض قتالية إذا انت ما انتبهت كنت صاحي على طلابك وواقف وعم تمتبع كل شي بعملوه متى بعمل تاب متى ما بعمل ثلاثين قرم بعض بعدهم بعض هاي كمان مسؤولية تانية غير انك انت دير حصة وعدد الرلات الموجودة على أرض يتناسب عدد المدربين ومساعدين المدربين الزبط أيوة دائما الحكي عن موضوع السيفتي وعن موضوع الإصابات حتى مع أولاد صغار يفهموه هذا كثير ضروري يعني موضوع الإصابات هذة طبعا موجودة في كل الرئيبات هذة طويلة لها طويلة كثير بس نحنا التفرع لهذا الصغر نحكي عنه لان انا احكيت لك قبل ما نبدأ نحنا المقابلة عن واحدة من اشتغلت لصات معي واحد من الاهالي ايجا عندي بقول لي ابني جرب عندكم وكثير كيف بس انا بدي اياك كابتن توعدني وعد قل له شو قل لي بدي اياك توعدني انه ابني ما ينصابش قل له صراحة انا هذا ما بقدر اوعد حالي فيه ما اعرف يا رياضة هذا مستحيل نحنا كل المسوي من التوعية ومن المراقبة ومن وجود السيستن تبع السيفتي داخل الصف هو نحنا نسميه انجوري بيداكشن سيستن تقليل الاصابات وخاصة الاصابات الخطيرة لكن انه انا استطيع ان احكي لأي حدا انه انا بخلي الاصابات سفر هذا مستحيل هذا كذب هذا يعني ما بقول مش واعد غير تخلفوا لا هذا مية بالمية كذب فبالتالي عشان نحنا نتعامل مع واقع ونتعامل مع الامور نحنا مع خبرة اننا سنين نحنا بهذا الموضوع نحنا سوينا السيستن تبع الاصابات التوعية وسوينا السيستن الاصابات هذا شقيني شق اللاعب وشق المدرب كيف المدرب يتعامل مع الموضوع وعملنا من المدرب للفرونت ديسك نحنا متعقدين مع عيادة 24 ساعة للدكاتر المختصين كمان حاولينا اذا احتجنا اي اشي فالحمدلله هذا الاشي ساعدنا كتير لانه عندنا نحنا فلسفة مور سيفتي مور تريننج مور سكيل هايه المعادل ما بتنصاب تتدرب اكتر تتدرب اكتر ترتفع مهارتك لانه لما تنصاب لا قدر الله بتقعد بالدار وبالدار مرح تتدرب وبالتالي مهارتك مرح تتطور جميل كتير مية مية نحنا نحنا قاعدين نكرمان عن الفئة العمرية اللي حصلناها اللي هي فئة البلوغ اللي هي بالعادة محدودة بين 11-15 سنة اللي هي بين البلوغ المبكر والبلوغ المتأخر وهدولة منطقة حساسة شوي او مراحلة حساسة بالفئات العمرية لانه فيه ناس بطول بسرعة وبضخم بسرعة فيه ناس بيضلهم حبتهم صغيرة لانه فيه بلوغ متأخر فيه بلوغ سريع فيه ناس بلوغ على الـ 11 فيه ناس بلوغ على الـ 15 وبين هدولة الفرق كتير كبير صحيح فنحنا كيف منعاجها داخل النادي كيف نتعاول معهم متأ من نسوي سويتش لحصة الـ كيف نحنا منبعدهم وثاني اهم شيء كيف نحنا نتكلم معهم قبل ما يفوتوا هذه المرحلة هكذا قبل ما يفوت مرحلة هاي هزا بتقود معاه وتحكيله انت هزا قريبا راح تبلش تكبر وحصية زلمية وحصية تحكيله لانه بعد ذاك زا حكيت له هزا إيهانة أو يحس حاله طبعا هذا الاشي نحنا نشوفه طول الوقت كيف الشباب يصيروا كتير طخام وطوال وناس يمكن مرات اكبر منهم صف او صفين رساتهم محبتهم صغيرة الولد صغير بتأثر بهذا كثير فانت كمدرب لازم تكون واعي اول اشي بهذه الحاله ثاني اشي تاخد اكشن وهذا الاكشن يجب تكون بالتنسيق مع الاهل نحنا نتكلم عشان كمان الاهل يكملوا على هذا الموضوع ويتكلموا بهذه الجزئية عشان يفهم الولد كيف انه انا مو لعب فيي انا ما طولته وما ضخمته وهذا اشي موجود عند كل البشر فيه ناس ببلغوا بسرعة فيه ناس بتأخروا بالبلغ فكيف انت شفت هذا الموضوع عندنا بالنادي هسا عندنا بالنادي هي طبعا زي كل مكان موجودة الفئة العمرية وبالعادي بيكون عادي بيحسط الصغار فجأة بتلاقي تغير بسي اطول منك بسي اطول منك بتخربط مخه فانت بتكون كمدرب لازم تكون تفهم هاي الشغلة وعي اه وفي الجزئية كتير ضررية انه بكون شاطر كتير شاطر ايوه بضرب بضرب ليه لانه بسي تغيرات بجسمه كتير اه ببطل جنب فعندك مدرب لازم وعي انك هسا ما تحط عليه ضغط ايوه بزيادة اه هسا اذا انت ما بتعرف انه هادي المرحلة هيك بسير فيها بتصير تبهدله بسير تبهدله اه سوي بتقوله ما كنت تساوي ايوه هسا بطلت لا هو هسا بطل انه عنا بمرق بتغيرات كتير كبيرة بالبيت كانوا عاملوه زود صغير وهسا مش هم عبلوه بزلمة يعني اصلا هم حياري مش عافين كيف دي عاملوه ايش تغيرات بسير قاعدة بجسمه فبالتالي احنا هدفنا داخل هادي المرحلة اللي هي منتداشنا 15 سنة بس نحافظ على الولد انه يجي عنا كسبورت سيستم انه يشعر بالانتماء ونحنا منحتويه عشان لما يعدي الى هادي ان شاء الله على امان هادي المرحلة هو خلاص صار رجل يعني صار رجل وخلاص وصار داخل بالروتين تبعه وهو كزلمة مسؤولة حاله ومسؤولة افعاله كلها صراحة كلام ذو شجونة بتحباي اللغة العربية الفصحة ونحن ان شاء الله يعني انا حاب كثير ترى اخر مبادرات عم نسويها هي تدريب المدربين اها ضمن الاتحاد الدولي فقعنا نحن استراتيجية عشان ندرب المدربين فهذا يوحدة من الكثير من امور ونحن متحدث فيها والمحتوى اللي نحن عم نحطه خاصة بالمنطق العربية لان نحن نحطه بالعربي عم بيكون له تأثير كثير طبعا احنا عشان الشباب يعرفوا نحن ما منعرف التأثير الا من الفيدباك تبعت الناس وصدقوني كثير بتشجعونا انتو لما تحكونا قديش انو نحن المحتوى عم نحطه عم بثيدكم بدايتك بالمحتوى العربي كيف بلش بالمحتوى العربي هلا كيف بلش بالمحتوى العربي ولش بلش التين نحن كان عنا معروف بالمحتوى العربي عنا كثير عنا خبراء صح بس من ما تقارنها بالخبراء البرازيلية والعجارب هي اقل طبعا نقص في نقص عنا بالمحتوى العربي وما في كثير ناس بيحكي عنه خصوصا محتوى الاطفال نقص بالنسبة لك الشخصيا ما في كثير نحط عربي صحيح تخصوصا محتوى العربي تخصوصا محتوى العربي الأغلبية بشرح حركات طريقة التعامل مع الناس الادولت والناس الباليرين يعني بشرح الكنيك الكنيك معين كله كان منتشيك لسه لا يوجد ناس تخوى لك عن كيف تتدرب الواضة صغيرة كيف تتعامل معهم كيف التحديات تتمرغ فيها كيف طبعا كل عمه تتعامل معا كيف تعلمهم ورياضة معقدة فكان فيه نقص هنا فيه نقطة كنت دائما نحكيها انه لما يكون عندك فكرة بلش بس لو ما عندك خطة كاملة وتصور كامل انت لوين توصل عندك فكرة صغيرة بذري بلش فيها مباشرة لا تكتبها وترميها بتلفوان ولا تكتبها وتخليها بمخك وأفكارك بلش تفيد مباشرة فبلشت أن نفذ فيها مباشرة أنا يعني عن بعطي حصة كنت وبلشت وعندي وعندي أفكار كثيرة أشرحها وبالفترة هذيك لسه كنت عم بتعلم لعكوني لسهاتني أنا ما تحكي ما أخذ خبرة لكنها مش كثيرة طويلة وبلشت فيها مرة وحدة فصار بلشت أن نزل عن الحصص اللي عم بعطيها ومتدرب فيها وأشوف غير ما عم بسويك مش غير شوف غير ما عم بتسوي وتتعلم وتشوف وتأخذ تفيد ماك بالناس يعني تطبق تأخذ تفيد ماك بالناس تطبق تشوف حتى الردد فعل على الأطفال يعني مرات بالإشي اللي تعطيه أنت بشوف بعيون الطلاب عندك بتشوف بعيون وطلع الزلمة مهيص مبسوط كيف شو نتعلمت اليوم فأنت بتسير زي ما تحكي تعمل إشي تشوفت إشي مثلا ما كانوا تأثير كويس أو حسيت ضيعت في وقت إنت زيادة بتسير أنت تغير مسارك شوي شوي تلغي تغيرها مثلا هذه التكنيك ما بزبط لعمر هذا تلغي هاي اللعبة مثلا كان فيها شوي خطورة لا ما بعطهم يا بعطهم بشتاني هيك أو بعديلها بطريقة تكون آمنة أكثر للعمر هذا صحيح فهم بلسنا إحنا المرحلة شوي شوي والحمد لله يعني قفزنا قفز بفضل الله وردود الإيجابية على المحتوى ردود كبيرة 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 الحمد لله على الصفحة وعلى الأحالي وعلى الناس والمدربين والمدربين صار في عندنا مجتمع إحنا مدربين خاصة بالوطن العربي صار عندنا مجتمع إحنا في ناس فيه ساتبادل الأفكار وتبادل الخبرات ونحن كثير بنحب هذا الموضوع صراحة يعني أنا كثير بنحب لمواحن المدربين يبعت لي يسأل أه بزط على المسيجات أو يبعد على الصفحة أو يبعد على صفحة تاكجي جسو بالعربي طب غير نحط اللينك نحن عشان الشباب يشوفو يعني فات كثير بسألوا وقول لك كابتين أنصار معي هيك هيك شو الإشي يسويتوا شو الإشي اللي عملتوا وتبادل الخبرات وهذا بساعد قال أنه زي ما أنت تكلمت بأول البودكاست أنه هاي التجربة السيئة لأنت تعرض طلها وبعدتك عن الرياضة وعطرتك سنة أنه ما تتكرر ونحن الهدف نرتقي قاعدين نحن بمستوى التدريب خاصة برياضة الجي جسو وليس إكسكولوسي يعني مش بس رياضة الجي جسو نحن كل الرياضات خاصة القتالية خلينا نحكي نرتقي بالتمرين تباحة عشان قدرش فيها فائدة للناس والناس تستفيد من هذا الموضوع وضلهم كامل لو ما تتعرض للتجارب المنفرة مثل التي تتعرض فيها بالبداية يعني هو بشكل عام واحد يعني الأجيال أو أي حدا يفكه يتدرب برياضة ياخد الرياضة كإيجابية وياخدها وتكون إلو دافع إلو كمان بحياته يعني الرياضة كهذا هي بتدخلك على زي ما تحكي بتعطيك أنت روتين إيجابي وبتصير أنت عندك دافع أكتر تعطيه وتنتج أكتر صحيح يعني مو شرط أنت تكون بس عبارة عن شخص مختص بالرياضة وتكون أنت بس هدفك أنك تسير بطل عالم في ناس تلك تدربوه بس مجرد أنه يحسن مزاجه يحافظ على ياقته ينزل وزنه وبتكون إلو زي ما تحكي دافع لكل إشي تاني بالشغل صحيح إلعاكسات الشغل على العلاقات وبر الصالح صحيح يعني خليها أنت روتين إيجابي إلك لشغلات تاني بمدرستك أنت بدأت تدرس كنت نحكي للطلاب بدأت تدرس ماشي حط أولويات عندك مثلا دراسة الرياضة يرحمكم الله فحط حط الرياضة ضمن روتينك أنت وبلش أنت يشغل بالأولويات إلك أنت عندك دراسة أولوية مثلا عندك إشي وبسير أنت دافع إلك هتكمل أما ما تخلي إشي يطقع عائشي وتخربط كل أمورك بدك وعند تعمل منزمت بدأت تكون أنت عارب شو عم تعمل بسهلا في حين الجزئية كمان أنا لاستطيع أن أحكي فيها شو هي التعامل مع الأهل أوه يعني طبعا نحن كثيرا نقدر الأهل وهم يعتبروا من من الرئيسيين صحيح يعتبروا عنصر أساسي في البيئة الرياضية خاصة مع الفئات العمرية لكن دائما في مشاكل بين المدربين والأهالي تدريب الفئات العمرية كافية التعامل معهم شو التحديات من أنتعرض لهم حس الأهل زي ما حكيت أنت أهل لهم دور كبير خاصة أنك أنت أب أنا أب وعارف لو لوعي الأهل وعارفين أهمية الرياضة وتأثيرها عليهم ما بيجيوهم عن النادي وهو بالتزم نحن عم نشوف الأهالي هم ملتزمين أكثر من الطلاب قاعد بطلع من شغله بركض بجيب الولد وبلبسه أنا أعرف شو وجعها فيها ضغط عليه كأب كبير وهو عم زي ما تحكي خاصة شغلة التوصيل هذي توصيل وده يجيب آآ استثمار هو مستثمر فيه يعني حاط المصاري عليه و ووقت و جهود ووقت و جهود مشروع حياته مشروع حياته فبالعكس بس لما يجعلنا على النادي نحييهم نحن هلأ النقطة هالي نحييهم عليهم نحكيهم أنتم عراسنا من فوق ونحن هذا الأشي نشوفه كثير كبير يعني مش أي واحد بقدر يسهم هذا الأشي وصل على النادي وصل على النادي تيار كان قدمهو متحمس ويعني قاعد بغلي غلي هو عم بلعب ابنه بتلاقيه ابنه قاعد بلعب وهو قاعد بعطيه كوتش يعني بكتش شوية كوتش ليه بعطي تعليمات جوصة أمسكي أخنقه طبعا هو تسعين بالمئة بنحكي بالأهالي ما هم دخل بالرياطة الجوجيتس بكون جايه من مكان ضرره فهو عم بيعطيه أول شيء تعليمات غلط رقم واحد ضربه ابطحه ولك ولك نط عليه وبصير ضغط الولد ولد شو بيصير فيه بتشتت الأسف بصير يعني بكون عم بلعب عم بلطل عليه بنسر رياله أنا عم بحكي معاه عم بحكي له مثلا نسوي إشي تكنيكال أو عم بسجعه عم بحاول خليه مخه مركز هو عين عند أبو عم بيشوف أنه عم بسمع أبو شو عم بحكي له عم بحاول أنه سي ما تحكي يبهر أبو كمان أنا عم بفوز ما سكو وهذا واحد من أكبر الأخطار اللي تكلم عنها المتخصص دون تسين وحتى حكينا إذا الأهل ووصلوا لمرحب مش قادين يسيطر عواطفهم بدهم يحكوا يطلعوا برا النادي بزرع آه هاته صافية وهو صار استضامة عن الأهالي بعض الأهالي إنه زعلوا ليش تكون تطلعوا لهم برا وإحنا من نحضر أولادنا إحنا مش رقص أنك ما بنيك تحضر أنت ابنك أنت عم تأثير عليه تأثير سلبي بس أنت مش عارف بزرع هو صار هسا عم بتدرب عشان هو يخليك مبسوط ويشوفك أنه يعني يتطلع عليك ورجيك إنحال وأنه قعد بفوز بها الفايت وأنا عم بتحسن بس لما يوصل لمرحلة عمرية معينة يستقل فيها بيقول لك عم يحل عني صح لأنه هو ربط لرياضة بأهله ربط رياضة بأهله بزرع بس لما بده يتحرر شوي ويأخذ مساحة خاصة بعمر المراهقة من أهله فهو رابط بمخه لرياضة إنه هاي يمسويها الأهلي مش لأيلي فهو نحن نخسر فزرع ما عم بستمتع ما عم بستمتع فهذا لما تحكي للأهالي أنت قبل خمس سنوات ست سنوات من مرحلة البلوغ عن هذا الموضوع هم يما بيفهم لساته فنحن دائما نحاول نوضح لهم هذه الفكرة ودائما وأنا وصلت يعني حاولت أشرح مرات ووصلت لمرحلة وقلت له أنت جايب وعنا لأننا خبراء إذا ما في عندك ثقة لهذا المستوى إنك تحط عندنا ما حتى في مشكلة بس أن نحن مرح نخلي هذا الإشي يأثر على السيستم الجوان عندك أنت مسؤولية وقتك جهدك بل أفسد ضيعوا بيبير أنا لا أفعل كل الأهالي كيف يدربوا لا 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 أفعل ندري بعلم هذا يأخوا بدوا سنين بدوا تفضل لا أفعل كل أهالي مدربين نحن نشرح لهم وحطين نحن قوانين للأهالي كيف يحضروا جوا داخل النادي ومعلمين زي ما تحكي سكريبت للمدربين كيف يحكوا مع الأهالي بالشغلات الأساسية اللي هي عدم من تدخل أبداً شو ما صار كيف أنت شغلت وعطاء تعليمات وتتجيئة لا تسويها رقم واحد أنك أنت ما بتعرف رقم اثنين طب والولد الثاني شو ابن مين هذا يعني بالظبط من جاي طب حرام والت صغير هذا يحص على حاله كمان ضغط بزبطش ورقم ثلاثة عشان المستقبل تبع الولد منها نحن نحن الرياضة بشكل أساسي برضى الوالدين صح لأنه إذا بتربطها زي هيك أول ما هو يصير مشكلة بينه بين أبو وأمه بروحوا كمان بطرق لرياضة فأنت خسرت ابنك خسرت هذا الاستثمار تمع كله قدام شو يساوي رقم اثنين اللي بده يعيش بطولاته وما عاشها بابنه يعني يعني هو ما تدرب برياضة وما صار بطل بده ابنه يصير بطل بيجي بضغطه بيهلكه وبشتته يعني بحط عليه بقاشر كبير ولد بخلص بيسير شوي شوي يكره الرياضة بيبطل مكان السمتع فيه عمر أنا ما شفت لحد الان واحد من هدول كلهم بيحضروا لي أبو حبيب وحبيب ومفكر هيك والقصة زيما أبو حبيب كان مدرب طول عمر ودرب ورياضي عرفت الله كيف وحبيب أصلا في فترة من فترات يعني لمسافرها ما يكرتفع مستوى رفت يعني أنت لا أنت مدرب ولا أنت رياضي وانت بعيد عن الرياضة وبدأك تسوي لي هذه العلاقة أنت شطبت ابنك الناس ما بتأخذ الصورة كلها بتأخذ بيكسل وبتحطر هو أبو حبيب وحبيب وانصير لهاي عمي شوف الصورة كاملة أبو حبيب كان مدرب تحتي فريق كامل عرفت كيف مش كان بني آدم ما بيعرف بالرياضة وإجه فجأ ديسوي صحيح هو مجموعة أبطال ليس بطل واحد الله يرحم والله حبايب من الأهالي ولكن الآن كله صارت صورة عندهم واضحة حتى لو تلاحظ كثير من الأهالي اللي كانوا بس يجوا يتفرجوا الحصة صاروا يتدربوا نفسهم همي صحيح شاف تأثيرها كمي على ابنه وكمي على شخص وانا أخذنا قلنا له جعبانك نسوي كوش عشانك تعطي تعليمات تعطيها بالبطولة إلى ابنك وعشانك تعطي تعال درب بالضبط فهي أنا كثير مبسط عليها أنه صارت درب وصار في تواصل حقيقي بيناتهم يعني صار يعني كثير وإشي ممتغي فأشاهد من هذا الموضوع الرسالة للأهالي أنه أنت لما جيت على النادي وتأكدت أنه هذا النادي كويس وتأكدت من المدربين لازل يكون في مجال من الثقة دك تعرف أنه ابنك في طريقة بتلقى فيها الأوامر وطريقة بركز فيها وبيأخذ فيها المعلومات فأنت ما بدك تخرب عليه وهذا التدريب علم فأكت تركه للمتخصصين رسالتنا للمدربين شيكوا على هذا الموضوع اقروا فيه لا تخليش شغلات بالسليقة بس أنت صرت مدرب بس أنت ما بتعرك الفرق بين الفئات وكيف بتعامل ومع الكلام رقم اثنين لا تستحي تحكي مع الأهل وتتواصل معهم بشكل مستمر وتفهمهم أنه خلي ولادكم يستفيدوا أكبر قدر ممكن من الحصة وبدناش يكون نيتكم صالحة لكن الأثر سلبي طبعا نية الأهل صالحة أكيد يعني هذا ابنه لكن الأثر عب يكون سلبي صحيح وهيك يعني حتى حتى طلاب عنا هاي كمان التصغير أنا شفتها كثير كانت بارزة عنا بالنادي حتى الطلاب الصغار كانوا صغار أو كانوا صغار صحيح مرحل معينة صاروا صاروا شباب صاروا رجال ومنهم صاروا ناس عم بتميزوا بالتدريب صحيح برنامج إعداد المدربين في ناس لما تحكي أنت عمره 16-17 سنة حلو بلش يتدرب عمره 7 سنين أبو ستمر فيه عمره صغير صحيح بلش يتدرب 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 هذا عنده خبرة متراكم 10 سنين تقريبا صحيح عمره صغير بس عنده فعليا خبرة 10 سنين صار صحيح فنحن عندنا هذا برنامج إعداد المدربين هدف منه أنه نترك للشباب بالمستقبل تبعهم أنه ممكن يكمل الرياضة ويكمل فيها بزنس زائد دراسته زائد هذه الأمور زائد كل إشي بالزرط فبصفي كان طالب صغير كبر صار عنده خبر تدريب وأنه تدرب جوجي تسوع بخبر تدريب شوية 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 تبجت أهل بعدين بتحس يعني أنا ما شاء الله لما تقارنوا مع الولاد التانيين من بره لها الفرق شاسع صح مش معقول مش معقول يعني كمية آه كمية الفرق بالتعامل وكيف واقف وكتاف وكيف بحكي وكيف تطلب على العيون هاي بتخلي عندك شعور أنت كمدرب أنه الحمد لله فيه أثر إيجابي إليك عم تعمل تأثير من المجتمع وبالآخر هو بهمة أنت تغير بالمكان بالدائرة تبعتك قد ما تقدر يعني طبعا اللي بحضرونا عشان يعرفوا قديش الفرق كتير كبير يعني أقرب إشي ممكن مثال عام الناس اللي بتربوا بالقرى وبالبادية كيف عمر صغير بيصيروا قوايا وبصير عندهم شخصية وبين الولاد بتربوا بالمدينة كل فالبتربوا داخل نادي خاصة فلن قتالي وزي هيك بتعرضوا لنفس التأثير هاي كيف هو عم بتعامل مع ناس كتير هو عم تصحله فرص يفرد شخصيته عم تصحله فرص يلقي ويكون قوي فبالتالي هذا بأثر كتير عليه فبتلاقي انت لما تقارنوا بالولادة التانية من نفس الفئة العمرية في فرق شاسع هذا من أقوى ترى أدوات الماركتينج لهذه الرياضات يعني حتى لما تشوف الأغلب الناس من نفس أعمارهم بالفترة هاي لخاجر الرياضة خارج البيئة الرياضية خلالهم منشغلين بالجيمينج والعاب لا يوجد شيء لا يوجد شيء يعني لا يوجد خبرة إنسانية كما تحكيت كل شاشات جي تي تي وطلع وقاعد وإذا يعني صار بديو يختلط بصير بيطلع 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 هذا أحسن صحيح هذا للأسف هذا للأسف صار الإشي الإيجابي الإيجابي بالضبط فلا الحمد لله رب العالمين إنه عم بيطلع يعني ناس عم بيطلع من نادي مسؤولين وزي ما حكيت بعمر صغير بيصير رجل ويصير والله ما شاء الله أنا لما أشوفهم زي ما تكلمت يا أنت شعوب الفخرين أنه أنت جزء من هذه العملية أنك تعم تساهم فيها ومساهمة إيجابية وهذا دعوة لكل المدربين وأصحاب الأندية هذه رسالتك للمجتمع لا تستقل فيها ما تكون بس عبارة عن حتى الناس بتفكرون عبارة عن رياضة ومباطح ومخابط لا هي فيها فيها رسالة وفيها توعية وفيها تربية وفيها يعني أنت قاعد بتدخل طفل عشوائي وطفل ممكن يكون نيكد ممكن يكون بيستهي شوي شوي عم بتأهله عم بتدخله بالنظام يستمع لمدرب بيتعلم كيف تحكي مع الناس يحتك معهم بيتعلم كيف يحترم غيره مهارات حياتية مهارات حياتية كان بالضبط شوي شوي بيستر رجل صحيح بك تستنى يصير عم 18 ثانية بعدين طلعوا على الحياة مرة واحدة بيستر لأخيم بصير تتعامل مع الطفل بصير تتعامل مع الطفل إلى حتى عمر 24 سنة بشوارب تخيل للأسف فهذا واقع نحن نعيشه لذلك حتى حسب التصنيفات يعني للأسف كمان نحن تأثرنا بالغرب كتير كبير خاصة بهاي الأمور يعني معنى نحن نحن أسسنا علم الاجتماع يعني نخلدون هو يعتبر مؤسس من الاجتماع أن نحن نتأثر بهذا الموضوع كتير أحد مصنفات الغربية بتصنف المراهقة من عمر 11 سنة لعمر 24 سنة طب وإذا أنت عمره 24 سنة لسا بتعتبر مراهقة شو خليت للبلد شو خليت للناس من الرجال التي ترّفع الهم خاصة بوقت زي هيك هنا إلى أين المستقبل المستقبل القريب بالنسبة لكابتن صراخوش وبالنسبة لبرامج أنت المسؤول عنها برنامج تدريبي الفئات العمرية والمحتمل العظبي للجوجو أكيد هل سترح للتعلم نات انتهي كل مرة كل حصة ممكن انت كل حسنا بتعلم اشي جديد انت ممكن شخص صغير يعلمك اشي شغل يعلمك شغل انت ما كنت متبع عليها فهي رحل التعلم زي ما تحكيه مستمرة مستمرة نطمح ان شاء الله ان نتوسع اكتر نكبر حصصها نطبق الفكرة اللي صغير عمناها بالفكرة باننا بنايت باشي اكبر ان شاء الله ونطبح انها تكون الرياضة جاي ما تحكي جزء باكتر بمؤسساتنا الرياضة الرسمية يمكن بالمدارس تصير يعني هاي كعنا بالامارات هاي احتى التجارب الناجح عندهم دخلوا بالمدارس بدخلوا فيها بنعمل وحتى احنا عنا بالبلد بلش حسب ما بعض الامن العام بتدربوا عنا بتدربوا بالجيش وخاصة كلهم بتدربوا الرياضة لان هي رياضة يعني كتير قوية الى اثر جدا مش رياضة حقية انت تمسك انت بني آدم وزنك يمكن يكون اقل من خصمك ب20 كيلو 30 كيلو تقدر بدون ما تلمس ولا بوكس ولا تضرب اي تعمل اي احتكاك تسيطر عليه وتوقف وتقعدوا محله فالها كتير يعني تأثير من ناحية المحتوي العربي محتوي العربي ان شاء الله بدنا نحاول نظن نثري اكتر نحط فين يعني الحمد لله الشغل اللي عملناه كويس لكن احنا في السا فيه كتير شغل كتير كتير نعمل يعني غير تستمر بالموضوع ان شاء الله يعني الفاز والهدولة يتطمنوا ان شاء الله يا رب نحن بالختام طبعا نحن لسنا منعزلين عن ما يحدث فنسأل الله سبحانه الله تعالى الرحمة لكل شهداءنا في غسل امين يا رب والسداد والتثبيت للمجاهدين هناك امين يا رب العالمين هذه محنة غير تروح وتروح بالنصر بإذن الله ان شاء الله يا رب عن هاي الفترة تمر فيها الأم الإسلامية بشكل عام بفترة هي بظاهرة صعبة بس ان شاء الله هو الابتلاء لكنه نهاية الفرج صح ان تنصروا الله ينصركم فنحن تحية إلى أهل غزة منها طرأ انتوا بالقلب وبالوجدان في الحركات والسكنات ونحن نصر الله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا سبل النصر كل ياته لكم وننا بإذن الله يا رب يكون هناك دور فيها كمان دور بتانسيئة جيل جيل الواعي لقضيته لقضية القدس بقدر يحمل إشي بقدر يحمل اللواء صحيح الحمد لله وحمد لله وحمد لله حالة استنهاض بكل العالم اللي صار بغزة هذا أثروا على العالم كله بأمريكا الناس بحط علام فلسطين بكل الناس الجامعات كلها طلعت شايفين ولسه عم تكبر إن شاء الله إلا تنتهي بتحريرهم وطرد الأوغاد صحيح إن ما كبرت ما صغرت سيد آه ماذا كير يعطيك الله في كابتن كتير سعيدنا صراحة بجلسة الله يوم نكتر وبإذن الله من العاودين سيدي إن شاء الله إن الحديث البقية زي ما بنحكي وإسا فيه كتير حكي حكي يعني لسه هذا جزء منه جزء من فايت سيد ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة